أفرح حضراتكم معنا شوية فيه البنك المركزي كان مطلع شوية مؤشرات مثلا إرادات مصر السياحية وصلت النمو للعام المالي الثالث على التوالي خمسة وخمسة من عشر في المية نمو خلال العام المالي أهو أهو أدي إرادات مصر السياحية وصلنا للأربعة عشر واربعة من عشر مليار دولار أهو ده المصدر بيننات البنك المركزي المصر اهو شايفين كون يا جماعة كم سبعة تلاتة اربعة تسعة اتناشر تسعة اربعة عشر ترتاشر أعلى سنة رغم ايه تلاتة عشر واربعة عشرين رغم ان المنطقة حوالينا مشتعلة بحرائق لم تنطفق وربما لم تنطفق في القريب العجل غيروا يا ابن أدي احتياطي مصر من النخض الأجنبي كان في الفين اتنين وعشرين تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين خمسة وتلاتين في بداية يناير اهو كان خمسة وتلاتين في بداية يناير يناير اربعة عشرين اللي احنا فيه اهو خمسة وتلاتين واربا شايفين وصلنا الان فين وصلنا الستة واربعين واربعة وسبعين من مية في المية مليار دولار اهو سبتمبر الشهر اللي فات من كام يوم ستة واربعين مليار اعلى رقم في الاحتياط النقض الأجنبي يعني عندي في البنك المركزي دولارات ستة واربعين مليار وسبعة من عشرة ده نتيجة الاستثمارات اللي احنا نجحنا بثقة وبيد ربنا معانا ان احنا نجذبها خلال الرقم ده للاخوان شغالين عملين يقولوا ان احنا بيعنا وان احنا روحنا وان البلد فليست والبلد وقعت اهو قاد احتياط النقض الأجنبي عندي ده اللي كان سبب عدم وجود احتياط نقض أجنبي سبب في ان الدولار يلعب بينا النهاردة احنا لا تمكننا وان شاء الله نتمكن اكتر وقت غيره يابنى صدرات مصر من الغاز الطبيعي للأسف ده بقى بداية بقى الاثار الفاتير اللي احنا بنتفحها لهدي المنطقة الملغومة احنا كنا في سنة 17 بنصدر 162 اهو وبعدين مليار واحد من عشرة وبعدين نزلنا 700 مليون ده صدرات غاز بس وبعدين مليار وثلاثة من عشرة سنة 21-22 مع حقل زهر بقى صدرنا شايفين اديه تمانية مليار تمانية مليار يا جماعة في سنة تمانية مليار في سنة اهو وبعدين نزلت بقت سبعة وشوية في سنة 22 دول احسن سنتين اهو لما المنصر المل الله يمسيه بالخير قال ان احنا ان شاء الله مستهدفين نصدر بمليار شهريا يعني كنا عايزين نوصل الى 12 الاحداث اللي حوالينا والمشاكل وازمة الدولار وغيره خلتني اتراجع لاسباب كثيرة جدا ووصلت لهذا الرقم 650 ده انا بالنائس كمان اهو بس تورد من بره جاز عموما يعني لكن في ارقام تاني عندي اهو ديون مصر اه دي مهمة جدا جدا شايفين الديون كانت عاملة ازاي الديون اهو 145 وصلنا 164 وصلنا مية وفي 164 164 168 وشايفين الحتة دي شايفين الهبوط اهو ده الديون مصر الخارجية نزلت هذا المستوى شايفين اهو اهو 152 يبقى انا احتياطي بتاعي زاد ويه الديون بتاعي تقلت ورغم الظروف المحيطة بيا لكن الحمد لله في عندك حاجة تاني يا ابني اهو صاف الاسمار اجناب المباشر في مصر خمسة وداتين مليار اهو شايفين شايفين الرقم بقى منور ازاي ده اللي ان الناس بتهاجم رأس الحكمة اهو طيب خلينا اروح